هنروح للسكواش مصطفى عسل كان ترتيبه لـ 14 عالمياً بعد بطولة بلاك بول وما وصل للمركز التالت نط مركزين وبقى في المركز الـ 12 عايز اقول لكم انه طبعاً فيه بطولتين اتلعبوا في مصر وقدى فيهم اداة كويس بطولة الاهرام تالت بطولة بلاك بول تالت كسب بطولة بلاك بول كسب بول كولي نيوزلندي كسب الكولومبي ميجل رودريجيز كسبوا في القابل النهائي او في دور الثمانية انا اسف لانه بول كول كان في دور الـ 16 لعبوا بادري فالحقيقة يعني مصطفى عسل ماشي بخطة سابتة يعني هو المركز الـ 12 اتوقع بطولة تانية ان شاء الله يوصل للمربع هيخش في العشرة الاوائل مصطفى عسل 21 سنة يعني احنا بنتكلم وليسا ما تأمهمش يعني احنا بنتكلم ان هو بدأ بدري جداً في الـ PSA بدأ بدري جداً في طبعاً الاحتراف او احتراف اللعبة ولولا كورونا لو لا كورونا كان الولد دا او اللعب دا كان هيكون في حتة تانية خالص